أخ مكرم يعني لو أعطيتك دقيقة إذا ممكن تجمع لنا الموضوع اللي حكيناه بالنسبة للعهد الجديد إيه اللي عاوز يعني من كل هذه المعلومات اللي ذكرتها إيه الفحو اللي عاوز توصله لأحبائنا المشاهدين نحن عم ندرس العهد القديم العهد الجديد عم ندرس أمور اللي هي مهمة جدا في موضوع يعني توثيق العلمي أنه نقارن الكتابات الموجودة وأنه نتقارن النصوص نفحصها عم ندرسها مش للإفتخار عم ندرسها بتعبير يعني سفر الأمثال الجميل محتكر الحنطة يلعنه الشعب إحنا عم نلاقي الحنطة عم نلاقي خير عم نلاقي بركة وعم نقدم لكم إياها لتشوفوها لتشوفوا التسلسل وموثوقية الكتابات في العهد القديم والحقيقة كمالة الآية بقول البركة على رأس البائع فعم نبيعكم خير وبركة عم نقدم لكم خير حتى تشوفوا قديش قيمة دراسة وقيمة موثوقية كتابات العهد الجديد كلها على وجه الإطلاق بمعونة أخ مكرم شكرا جزيلا وربنا يباركك وإلنا حديث آخر نستكمل هذا الموضوع الشيق وأنا بشكرك بالنيابة عن كل مشاهدين ليكن نور وبرامج نور لجميع الأمم ربنا يكافأك على تعب محبتك أخوتي وأخواتي المشاهدين يعني كميات الأدلة الألاف المخطوطات مثل ما سمعنا من دكتور مكرم مشرقي يعني لا يوجد أي كتابات أخرى لا يوجد الدلائل كما هو موجود يعني للعهد الجديد أو الكتاب المقدس وهذا اندل على شيء أنه الله فعلا حي ساهر على كلمته بصلي من كل قلبي بعد سماعك لهذا الموضوع أنك تعمل قرار أنك تآمن بيسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر